بفضل رب العالمين وصلنا لختام هذا الليكتر الختام رح نحكي فيه عن الهرمونات النباتية أخذنا وظيفتين اللي هي نقل الماء ونقل السكر بإذن الله هيمر علينا بجعب طر 36 وبإذن الله الوظيف الثالثة اللي رح نحكي عنه ليه الهرمونات النباتية وكيف بتشتغل بإذن الله هتمر عليكم بجعب طر 39 طيب خلينا نكمل على السريع وإن شاء الله رح يكون كل ياته مشروع إلو تلخيصه وإلو أسئلته كوزاته كل شيء أنتوا بحاجته بهذا الموضوع رح تلاقوه إن شاء الله تعالى بالدورة وكل التفاصيل بالدسكريبشن بلانت هرمونز الهرمونات النباتية هذا الموضوع بضحكني شوي دائما بنعرف الصبايا بالعادة نوراتنا طبعا أكيد أي صبية بتحضر الفيديو أو موجودة في الدورة نورة أكيد بس إحنا دائما نأخذها من باب المزح بنقول إنه الهرمونات بنربطها مع الصبايا لما نشوف أي صبية معصبة بنقول عندها هرمونات لا اكتشفنا إنه الهرمونات كمان موجودة في النباتات يعني حتى النباتات ممكن تتعصب وتهرمن يا جماعة فنعذرهم عادي كله هيك مشتقات الزهور ومشتقات النباتات والأشياء اللطيفة بيكون فيها هرمونات يلا ها بنكسر ومنجبر المهم الهرمونات النباتية هي مواد كيميائية كيميكا الكومباونت هاي المواد الكيميائية تم إنتاجها وين؟ داخل النباتات طيب وهاي المواد الكيميائية زيها زي الهرمونات الموجودة عند الإنسان وعند الحيوان اللي بإذن الله رح تدرسوها داخل المادة هاي الهرمونات وظيفتها بالعادة تنظيم بعض التفاعلات وبعض النشاطات في الجسم حلو وهاي الهرمونات بيكون عند النباتات عشان تشتغلوا عشان تكون فعالة لازم يكون تركيزها low concentration تركيز جدا صغير وجدا بسيط very low concentration لو زاد هذا التركيز ممكن يحدث عنه نتائج عكسية طيب عشان هيك رب العالمي نخلق كل شيء بقدر هاي الهرمونات كثيرة ممكن في حوالي عشرة هتدرسوهم إذا الله أراد وشاء وقدر بجابتك 39 هيكونوا مشروحات وملخصات بس هسا بهاي الليكتشر اللي هي مقدمة للموضوع عنا بس خمس هرمونات هنحكي كل هرمون وشو وظيفته هنبلش بأول هرمون اللي هو اسمه هرمون الأكسين هذا الهرمون أول شيء بديكم تعرفوه عنه أنه بحفز عملية السلقرث عملية نمو الخلايا ما بقول نمو كل النبات بقول نمو خلايا تضاعف الخلايا يزيد حجمها يزيد طولها تنمو الخلايا وبالتالي بيأثر على نمو النبات طيب بالإضافة أنه هرمون الأكسين له وظيفة ثانية أو حتى وظيفتين ثانيات مذكراتهم هو كمان المسؤول عن عملية التروبيزم ما يعني التروبيزم؟ يعني توجه النبات ففي بعض النباتات سبحانك يا رب بتتوجه بالعادة نحو الضوء يعني والله أنا حطت النبات شيء بالعتمة وفي شباك بيدخل منه الضوء فمنلاحظ أنه النبات رح يلمو باتجاه الشباك مش بالعكس التوجه هذا اللي صار نحو الضوء منسميه فوتوتروبيزم ممكن بعض النباتات تتوجه للأسفل نحو الجاذبية قوة الجاذب منسمي هاي العملية Gravity أو Gravitropism فأي إشي بنحكي عنه بالأخير Tropism يعني النبات بتوجه نحو Phototropism بتوجه نحو الضوء Gravitropism يعني بتوجهنه الجاذبية فالهرمون اللي بيساهم في هاي العملية هو هرمون الأكسين يعني إذا هو موجود بخل النبات يتوجه نحو الضوء نحو الجاذبية ممكن نحو أشياء أخرى طيب بالإضافة إلى أنه هذا الهرمون هو المسؤول عن عملية نضج الثمر يعني لما يأجي على ثمرة غير ناضجة وأنا بديها تنضج وتكبر فأنا بأجي بحط عليها هرمون الأكسين فبلاحظ أنه هاي الثمرة ناضجت وكبرت وصارت جاهزة للأكل سبحانك يا رب طيب يعني لما يجي حدا يقولنا والله أكلم هرمن مش كل الهرمونات أو مش كل النباتات بتتهرمن بالأكسين لا في هرمونات ثانية بتأدي نفس الوظيفة وبتعمل على انضاج الثمر ورح نحكي عنها إن شاء الله بشرط التسعة وثلاثين تمام ولكن الأكسين هو أحد الهرمونات اللي بساعد على انضاج الثمر واللي ممكن يستخدموا المزارعين كهرمون مصنع علشان ينضج الثمرهم بسرعة وبنحكي عن هاي النباتات اللي بتنضج بواسطة الهرمونات بنحكي عنها نباتات مهرمنة بنقول مرات إنها بدئ لي طيب الهرمون الثاني بنسميه جيبريلين شو هذا الهرمون هذا وظيفته استم يعمل استطالة للساق يعني نباتة كصيرة ساقه كصيرة بدي أطوله فانا باجي بعطيه جيبريلين فبلاحظ إنه طول وزعد طوله طيب هرمون الثالث بنسميه السايتوكاينينز شو هذا الهرمون هذا الهرمون بيحفز السل ديفجن انقسام الخلايا يعني كيف حكينا إنه الهرمون الأول الأكسين بيحفز عملية السل الونجيشن إنه الخلية تنمو عن طريق إنه الخلية الوحدة تصير أطول السايتوكاينينز بيحفز كمان إنه طبعا الأكسين بهاي الطريقة لما يطول الخلايا النباتة بينمو نفس الشيء السايتوكاينين بيحفز إنه النباتة ينمو ولكن بطريقة شوية مختلفة اللي هي السل ديفجن إنه الخلية بدل ما هي تطول لا الخلية تنقسم يعني الخلية الوحدة تصير خليتين فبهذه الطريقة النبات برضو بينمو يعني الأكسين بيعمل سل الونجيشن والسايتوكاينينز بيعمل سل ديفجن طبعا في بعض الملاحظات عليها متفاصيل أكثر رح نخذها بإذن الله بشارتة 39 طيب بنفس الوقت السايتوكاينينز الوظيفة الثانية إنه يعمل organ differentiation تمايز للأعضاء يعني النباتات اللي قاعدة لسها بتكون أوراق بتكون سيقان بتكون جذور هاي الأعضاء أول ما تتكون ما بتكونش ناضجة عشان هاي الأعضاء تنضج يصير لها differentiation إحنا بحاجة لهرمون السايتوكاينينز اللي بيعمل على تمايز ونضج أعضاء النبات نيجي على آخر هرمون اللي احنا أو قبل الأخير اللي احنا بنحكي له الأبسيسيك أسد هذا الهرمون هو جاي هرمون عكسي عن الهرمونات السابقة هذا الهرمون أول إشي بيعمل سيد دورمانسي يعني بيحفز البذور إنها ما تنبتش ما يصل لها عملية إمبات يعني هو بيثبت النمو ومش بيحفزه عشان هيك هو عكس اللي احنا ذكرناهم فيعني البذرة عشان تنمو هي بحاجة هرمونات نمو ولكن لو أنا بيحفز هرمونات نمو الظلها في حالة سبات أو بحالة بنسميها الدورمانسي تمام فأنا بعطيها هرمون أبسيك أسد فأبسيك أسد بيحفز عملية السيد دورمانسي إنه البذور ما تنمو وظلها موجودة جو أو ظلها البذور على شكل بذور يعني ما يطلعش منها أي نبات ما يطلع الجنين منها طيب بالإضافة إنه الأبسيك أسد بيحفز إنه الاستوماتا كلوزنج يتسكر هاي الاستوماتا إنها تسكر على فكرة الاستوماتا بتسكر بالعادة فترة طويلة يعني لا بتطلع مي أو بخار ماء ولا بتدخل ثاني أكسيد الكربون سحب المي وعملية إنتاج الأكسجين هيتأثر عندها كثير أمور لما تسكر الاستوماتا ولكنها مضطرة ليش؟ بوقتها بتكون الظروط صعبة جدا فبدهاش تفتح الاستوماتا وتخسر كميات كبيرة من المي فبتسكر الاستوماتا معناته هذا الأبسيك أسد بالعادة يتم إنتاجه عند الكوارث حرفيا آه لما يكون النبات فيش عنده مي كثير بالصحراء تعبان ظروف صعبة لأ رح يطبط عملية إنتاجها لسه الظروف صعبة بس يصير الظروفة كويسة هاي البذور بتنبت والله النبات عبدو يفتح الاستوماتا عشان يعمل بناء ضوئي وعشان يسحب كميات مي للأعلى لأ سكروا الاستوماتا درجة الحرارة عالية ممكن يموت النبات فزي كأنه الأبسيك أسد هو نظام حماية للنبات حرفيا هنحكي عامنه إذا الله شاء وإراد الله نحكي عنه شوي إحنا تقريبا خلصنا الإثيلين هو هرمون أول شي غازز هرمون هرمون غازي هرمون ولكنه غازي مش سائل تمام بنفس الوقت لو جينا طلع على إيش تركيبه الكيميائي منلاحظ أن تركيبه هو جدا بسيط هو بتكون من ذرتين كربون ذرتين هيدروجين C2H4 أو عفوا أربع ذرات هيدروجين ذرتين كربون C2H4 هذا هو تركيب الإثيلين C2H4 لأنه هو بحفز لفروت ريبنينج فروت ريبنينج يعني بحفز كمان انضاج الثمار وانضاجها تصير الثمار ناضجة جدا تمام لفروت ريبنينج طيب فيه شغلة مهمة لأكلكم بالعادة بعض الثمار لما تندج كثير كثير تمام ممكن هتخرب فلما الثمار تخرب رح تم انتاج كميات هائلة من الإثيلين كمان يعني الإثيلين ممكن انه تم انتاجه في حالة انه الثمار خربت ايوه او في حالة انه النبات اتعرض لإنجري لإصابات معينة بالضبط فهنا شو بقولونا وان روتين قبل تفاحة واحدة خربانة موجودة في سلة تفاح ممكن هتخرب البقية طيب ليش لأنه بكل بساطة هاي الثمرة الخربانة اللي رح تنتج كميات هائلة من الإثيلين اللي خربانة تمام الإثيلين اللي رح تنتجه ممكن يخرب باقي الثمار فباقي الثمار رح تتأثر بهرمون الإثيلين الناتج تمام فهي كمان رح توصل لدرجات عالية من النضج فممكن هتفسد وتخرب كمان يا سبحانك يا رب بالإضافة أن هذا الهرمون زي ما هو هون مكتوب أنه هو بيستجيب للإنجري للإصابات اللي بتصير بالثمار في النبات تمام أوتو كتاليتيك يعني هو محفز ذاتي هذا الهرمون يعتبر وطبعا بالنسبة لهذا الهرمون عشان إحنا نفهم فكرته أكثر شو بقلولنا من نيجي نحكي عن نضج الثمار أنا جبنا سيرة النضج عند الأكسين قلت لكم لسه لقدام هذا الهرمون لسه لإنضاج الفاكهة بيكون فعاليته أكبر بقلولنا لو إحنا بدنا عنا ثمرة أفوغادو وهي ثمرة الأفوغادو إحنا بدنا إياها تنضج لسه مش ناضجة ثمرة الأفوغادو مع ثمرة بنانا موز بتكون رب يعني بتكون ناضجة بنتركها فترة بنرجع منلاحظ إنه ثمرة الأفوغادو اللي ما كانتش ناضجة صارت ناضجة يعني لو إنتوا جبتوا أفوغادو بالغلط وما كانتش ناضج عشان ما تتبهدلوش من الوالدة الله يخليلكم إياها يا رب لو ما كانتش موجودة الله يرحمها ويجعل هذا الشرح في ميزان حسناتها تمام فإحنا شو بنسوي مباشرة قبل ما تشوف هي اللي مصيبة وتخلص علينا منجيب الأفوغادو منحطها مع موز يكون موز مبين إنه موز مستوي شعني ربنينج إنه الفاكهة نضجت استوت الفاكهة لما تستوي كثير بتخرب تمام فإحنا منجيب موزة مستوية ومنحطها مع مين مع ثمرة الأفوغادو نتركهم هيك سوا يتناقشوا مع بعض يتفاهموا بطريقتهم منرجع بعدين مستوية ليش؟ لأنه الموز لأنها ناضجة ومستوية كثير أنتجت إثليد الإثليد شو عمل؟ عمل على إنضاج الأفوغادو سبحانك يا رب هنالك خلصنا ويعطيكم ألف عفية ويا رب يكون الشرع عليكم خفيف ولطيف